أقول هم زمن الدكتاتورية وزمن المركزية ولا تحلمون بعد يرجع وأقول يعني للفاعل السياسي تفكير وعقلية الفاعل السياسي العربي مولكل طبعا الأغلبية مولكل حتى لا نظلم أنه يتخلصون من الفكر الشوفيني المركزي أنه يريد أن يكون ببغداد أنه يريد يحكم أصغر قرية وقصبة وناحية أو قضاء بالعراق سواء كان بالشمال أو كان بالجنوب أو بالغربية هذه راحت يعني أحنا في عراق اتحادي فدرالي في أقاليم فيه مجالس محافظات حكومات مصغرة وكل حكومة سواء كانت مجلس ناحية ومجلس قضاء ومجلس محافظة إلها صلاحيات وإلها حق التقرير بكثير أمور وقرارات خص هذه المدن فهذه العقلية خلينا نغادرها أضف إلى أنه أقليم كردستان نتائج دماء زكية لمائة عام آلاف من الناس البيشمرقة والعوائل والأطفال والنساء وضحوا بأرواحهم بدمعهم في سبيل وجود أقليم كردستان وأقليم كردستان مهبوا منا من أحزاب التي تحكم في بغداد الآن أقليم كردستان أصبح أقليما أمميا يوم 5.4.991 بقرار مجلس الأمن 688 فكافي يعني كل شكم يوم يسوون هجمة على كردستان حتى يغطون على فشلهم نعم لا والله دهت شويزة بالمخرج بس فاتح الصوت أعذرني فكل فترة ده يسوون هجمة على أقليم كردستان ويحاصرون كردستان يعني هذه أساليب المفلسين أساليب المفلسين ولكن العتب يعني ليش نحن عتبنا لأنه جريدة الصباح جريدة رسمية ما يجوز نشر بها نشر مقالات يعني تطعن الدستور وتقف ضد الدستور الدستور يقول أقليم كردستان أقليم موجود على واقع الأرض ومن حق أي محافظة أنه أكو عاليات وإجراءات أن تصير أقليم فهم يعني بثون سموم ما لا وجود وعلى أساس أنه أكو ناس من أقليم كردستان يطالبون بإلغاء الأقليم طبعا هذا مو صحيح هو بالفعل أنا شخصيا ما سامع واحد مطالب بإلغاء الأقليم حتى مع اختلافات سياسية صارت مع اليكتي بإسليمانية ما كنا نسمع هيد شي منين جابوا الخبر لا لا أكو شخصين شخصين بس يريدون الأخوة ختبوا سروع عبدالواحد وشاسوار عبدالواحد سروع وشاسوار يا عمي أستاذ أنور أحنا خلي نكون واقعين 2017 لما أجري الاستفتاء في أقليم كردستان 92% من شعب أقليم كردستان صوت بنعم للاستقلال وليس لإقامة الأقليم يعني إقامة الأقليم من المسلمات وابجديات وبديهيات السياسة فهذه ورقة مفلسة هذه المقالة كانت معيبة حقا معيبة يعني أنه تبتز أو تستفز حكومة الأقليم أو أحزاب الأقليم هذه لأنهم مرح يوصلون سأعمال أنا أكو كم من أردخدمك المعروف بالصحافة تدري أني أهم صحافة عتيق المعروف بالصحافة واحدة من اثنين يأمل معلومات مضللة وبالتالي مطالبة الجريدة بالاعتذار بذات المكان اللي نشرت به المقال أو أنه يحق للإقليم من صحفي يمثل الإقليم أن يرد بذات الكلمات يعني بذات عدد الكلمات في نفس المكان من الصفحة ليش ما صارت واحدة من اثنين ليش ما طالبتهم رسميا بهذا الشيء عن طريق نقاب الصحفي كردستان أرددليكم وانت يا أخوتي تم أخوتي والنعم منك أولا سهلا غيرك ما يفترض واحدة من الانصير لو يعتبرون لو تكتبون المقال رد نفس المكان لا 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 شوف كردستان كردستان أنا دائما أقولها كردستان ما مركز على الإعلام العربي يعني دا تشتغل بسكوت تشتغل